تعالوا بقى نشوف أصحاب الفرح والزميل فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي وريلا سليم لاعب النادي الأهلي خالد علي محمد الأمين بيبو نقف كده بقى كابتن خالد أخطر حد فرحان ومستنى البطولة دي كنت انت عشت صفحات كتير خدت البطولة دي كلاعب لكن أعتقد أن دي البطولة الأغلى في حياتك آه طبعا الحمد لله رب العمين مبروك طبعا الجمهور لنادي الأهلي ويعني الناس مزعاش منه طبعا عارف لأن الجمهور كله كان عايز يبقى موجود معنا النهاردة جوال ملعب بس يعني مزحة شيء يزعم منه لأنه ده غصب عنه يعني اللي قدرنا نعمله وعملناه والجمهور يعني كان دايما هو نمر واحد بالنسبة لنا وهو أهم حاجة بالنسبة لنا شكرهم طبعا على حضرهم النهاردة ولو ولو النهاردة في كل مباراة كده عمري ما النادي اللي هيخسر هيخسر نقطة في أي حاجة في أي بطولة بس الحمد لله ومبروك طبعا المجلس دارة مبروك للجازي فني مبروك للعيبة بصراحة كانوا رجالة احنا لعدنا كمية مباراة وكمية صفر كانت صعبة جدا بس كلهم كانوا رجالة الحمد لله ربنا كرمنا البطولة دي تاريخية للنادي الأهلي لأن الرقم ده أنا مصمم عليه لأول مرة في تاريخ أفريقيا من سنة 64 إلى 20-24 فريق ياخد البطولة وما دخلش مرمى غير هدف واحد ما حصلتش في تاريخ أفريقيا إن جاز بيحسب ليكم كجهاز فني كجهاز إداري كلعابين أعتقد سعيد بالرقم ده كابتن خالي الحمد لله طبعا نادي الأهلي يخلق اللي يعمل أرقام ويقصر أرقام ويقصر أرقام هو اللي يعمل أرقام هو اللي يقصر فده الحمد لله رب العمين طبعا وده شغل مجموعة كاملة وان زي ما قلت معاكم في المباراة الأولى إن احنا كلنا بنشغل على قلب رجل واحد كلنا بنساعد بعض عشان احنا الحمد لله ناخد البطولة البطولة غالية جدا 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 زي ما انت قلت البطولة بالنسبة لي أنا يعني أول مرة وأنا مدير كورة أخد بطولة أفريكا لحاجة بالنسبة لي كويسة أسهل وأنت لاعب ألا وأنت مدير كورة لا لا أنا لاعب لا 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 ده موضوع صعب جدا يا جماعة طبعا وأنت لاعب الموضوع بيبقى مختلف أنت هنا أنا أعب بقالي أربع تيام عايش في تفاصيل بس من ساعة ما رجعت من تونس وأنا عايش في تفاصيل بس فمبيعي أنت بتشغل نادي الأهلي نادي كبير عنده حاجات كتيرة جدا 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 لازل تبقى مرتبة بشكل كويس فالحمد لله مبروك سأقول لك على نقطة مهمة جدا يا كابتن خالد يعني التفاصيل والأمور اللي إحنا عيشناها أنت قلت نقطة مهمة جدا اللاعبة بتخاف على زعل الكابتن الخطيب وجود الكابتن الخطيب في الفترة الأخيرة معاكم في كل وقت كان موجود في الموضوع الزهاب أعتقد وجوده مهم جدا يا كابتن خالد والله أنا يعني مش عزة يعني مش عزة تكلم طبعا الكابتن الخطيب طبعا يعني عمل معنا موجود كبير جدا وزي ما قلتلك اللاعبة بتخاف على زعله وهو يعني بقيله فترة كان تعبان جدا أنا عارف وكان متحمل على نفسه وسافر معنا هو تعبان وموجود مبارح معنا وموجود أول مبارح معنا وموجود معنا في كل التفاصيل اللي كانت موجود معنا بيعمل شغل كبير جدا وبيتعب عشان كده ربنا قرمه وقرمنا وبرضو يعني الحمد لله على كل حاجة واسيبك بقى الكابتن الخطيب